طيب بعد ما شرحنا المواضيع دي كلها هنعالج المواضيع دي ازاي هنستخدم مركبات جميلة جدا يا شباب وهي اللي انتو شايفينا في الصورة دي خلينا نبدأ بالاساسيات اول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زيكم شباب اخبركم ايه? اهلا اهلا بيكو في فيديو جديد شباب وبنات لان الفيديو ده يهم البنات بادرو اهلا بيكو فيديو جديد معاكو كابتن عامل مصطفى مدرب القياقة واخصائي تغذية معتمة دوليا معاكو فيديو جديد طبعا الفيديو المرادي مختلف شوية ويشمل البنات لانه يعني هنبقى بنتكلم عن القشرة ازاي نعالج القشرة نعمل ايه في القشرة ايه هي القشرة اللي بتحصل كل الحاجات المتعلقة بالموضوع ده هنناقشها فيلا بينا نبدأ الفيديو ياريت قبل ما نبدأ نشترك في القناة ونفعل جرس الاشعارات ونسيب كومنت علشان الالجوريزم بتاعت اليوتيوب تفهم ان الفيديو مهمة ونسبة فاعل عليه والفيديو ده برعاية كتابي اوبردوز عضلات المرجع الكامل في استخدام المنشطات والهيرمونات البنائية وكل حاجة في اللعبة بتاعتنا يلا بينا نبدأ الفيديو لو عايز تشتري او تتابع معي ياريت تكلمني على الموقع الرسمي واهلا بيكو شرفيني ومنوريني يلا بينا اول حاجة القشرة شباب ما هياش مرض معدي او مرض خطير نخاف منه ونترعب منه الموضوع بسيط خالص القشرة معناها مجرد الاشرة ما هي الا تقشر فروة الراس عندك في فروة راسك بيبقى فيه جلد والجلد ده بيتقشر ولذلك بيانتج عنه القشرة البيضة اللي بتعمل لنا احراج وبتسبب لنا احراج دائم كده حاولين الناس لما تبص كده على الجنب وتلاقي ان الكتفك مليان بياض وعينك من هنا ابيض فابيض وحواجبك حتى بيوصل لها انها بيحصل فيها تقشر للجلد وهي دي القشرة بكل بساطة وطبعا بتحصل في الدماغ في فروة الراس وفروة الحاجب وفروة الدقن كمان والشنب اي حتة فيها شعر هي معرضة لان يحصل فيها تقشر للجلد هناك وطبعا بينتج عن الموضوع ده حكة في كل المناطق دي وبيبقى موضوع مزعج يعني والفروة نفسها بتبقى خشنة والشعر بيبقى خشن وحاجة مش ظريفة الموضوع ده ليه اسباب كتير جدا منها انك جينيا عندك بشرة دهنية البشرة دي في معظم الاوقات بتسبب تهيجات وبتسبب تقشر في طبقات الجلد الخارجية ومنها بيحصل ان طبقات الجلد دي بتتحول للحاجات البيضة دي اللي بتتناثر وبتبدأ تغرقك حرفيا تاني حاجة وهي جفاف الجلد انك ما بتحافظش على الجلد وشعرك رطب بشكل كويس يدوبك بتخسله بماي بس زي ما انا بعمل انا محبش حط على شعري حاجة ولذلك عندي اشرة في شعري للأسف لو عمتلك كده هتلاقي ان شعري بينزل اشرة فواحد من الحلول انك ترطب شعرك والمناطق دي دايما بكريمات مرتبة توفر حماية من الاكسادة والالتهاب وحماية من البكتيريا كمان واللي هنتكلم عنها دلوقتي ثالث سبب وهو تكونات وتجمعات البكتيريا والمايكروبس خصوصا الفطريات او الفانجس زي فطر المالاسيزيا واللي بيتغزى على الزيوت الطبيعية اللي فروتك بتفرزها واللي موجودة في شعرك وفروت راسك وطبعا التجمعات المايكروبية دي او الفطرية بتسد مخارج ومسام الخلايا وبتعمل كلوجينج وده بيعمل مشكلة كبيرة جدا بنسميها بالسيستيك اكني وده بيعمل مشكلة كبيرة بنحاول انتفادها دايما وممكن يسبب التهاب قوي جدا والموضوع ممكن يحصل برضو وبسبب تحسوسية من بعض المكونات اللي بتكون موجودة في الشامبوهات الشائعة واللي بتتباع في كل مكان او ان يكون عندك تحسوسية من بعض المكونات برضو اللي بتكون موجودة في الحياة دي او في الجو عموما وده ممكن برضو يسبب التهابات وتأشر في طبقة الجدل الخليجية زي مثلا امراض الصدفية والاكزيما طيب بعد ما شرحنا المواضيع دي كلها هنعالج المواضيع دي ازاي هنستخدم مركبات جميلة جدا يا شاباب وهي اللي ده شايفينا في الصورة دي خلينا نبدأ بالاساسيات اول حاجة لازم نغير نوع الشامبو اللي احنا باستخدمه فلازم نسيب كل الشامبوهات اللي بتحتوي على السلفات والسيليكون والبارابين والسوديوم وكل الحاجات اللي بتأذي فروة شعرك دي وكميسال ممكن استخدم شامبو الجونسون شامبو الجونسون ممتاز جدا وينفع لفروة الاطفال ومعمول بيعناها فائقة بحيث ما يسببش اي تهيوجات في بشرة الاطفال النعمة فانا بحب استخدمه جدا وانصحكم بيه لو سألتوا اي بنت هتقولكم ان هي بتستخدمه هي كمان البنات شطرين في الحاجات دي احنا مش شطرين للأسف فلو عايز تسأل او تستفسر عن اي حاجة تخص الشعر تخص الاضافر الجلد الحاجات دي صدقني البنت هتكون افضل من اي دكتور فاول حل ان احنا نبعد عن المواد الكيموية اللي بتبقى موجودة في الشامبوهات العادية كل الشامبوهات اللي بنستخدمها مش عارف ايه حاجات دي كلها بتكون فيها سيلفايت بتكون فيها سولديوم بيكون فيها برابين وحاجات مش عايزين انها تسابلنا تهيج وتحسسية تاني حاجة هنستخدم مركب بيكون بيحتوي على مادة الكيتوكونازول وهي المادة اللي موجودة في الشامبوهات دي اللي هي النيزرول والنيزاباكس الشامبوهين دول ممتازين جدا المادة دي تعتبر يعني مادة مضادة للميكروبات خصوصا الفطريات والبكتيريا وإحنا فهمنا من الشرح الاولاني ان في بعض الاوقات او في معظم الاوقات الموضوع ده بيكون جاي بسبب عدوى فطرية او مايكروبية فلو استخدمنا الحاجات دي ان شاء الله الموضوع بيتحل بسرعة فائقة وبعد ما نكون استخدمنا الحاجات دي هيفضل قدامنا حل اخير وهو حل ممتاز جدا وهو الكيرلا تمام ده محلول بيستخدمه على فروة الراس وندهنه المحلول ده بيحتوي على حمض البيتاميسازون سنائي وده كورتيزون بيقلل من الالتهاب وبيعمل على قبض الاوعية الدموية الموجودة في فروة شعرك فده شيء جميل جدا وكمان فوق المادة دي المركب التاني هو حمض الساليساليك وحمض الساليساليك دي يعتبر مضاد للبكتيريا والفطريات والمايكروبات عموا وبيقدر يقتلهم ويخلص عليهم وينظف فروة الشعر ويشيل الفروة المتهلكة فالحاجات دي كلها هي حلك لو عايز فروة شعر بدون اشرة هتستخدم شامبو بيحتوي على مواد كويسة ما يكونش بيحتوي على مواد كيميائية هتستخدم الكيتو كينازول واللي هو عبارة عن نيزرول والنيزاباكس وهنستخدم الكيرلا بس الموضوع انتهى على كده طبعا هشوفكم على خير في الفيديو الجاي صلوا عن النبي اشتركوا في القناة فعالوا جرس الاشراءات عشان يوصلوكم بالجديد لو عايزين تشتروا كتابي اوفوردوز عضلات المرجع الكامل في استخدام الهرمونيات والمشطات والبنوات البنائية ولو عايزين تبقوا عمل عندي تكلموني وعلى الموقع الرسمي ومن هنا الفيديو الجاي اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة